على الجانب الاخر اكد سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون على ثقةه في لعبيه قبل مواجهة مصر غدا الخميس وقال سونج سنبذل قصارى جهدانا للفوز وسنلعب بكل جدية اتوقع ان يكون اللاعبون على اتم الاستعداد للمباراة وفي كمة مستواهم وتامع مصر تدخل المباراة بافضلية بعدما ضمنوا التأهل ونحن لا يزال امامنا عمل شاك لضمان الوصول الى نصف النهائي غدا سناخد المباراة بنفس الحماس والروح اللي ظهرنا بها في المباراتين اللي فاتوا واضاف كمان لا يوجد مستحيل اذا قمنا بعملنا على اكمل وجه فلما لا نحصل على النتيجة التي نريدها الفوز غدا مهمة جدا بالنسبة لنا ونحاول التسجيل من البداية وبيحتل المنتخب الكاميروني المركز التاني برصيد اربع نقاط واكفيه نقطة من التعادل لضمان التأهل منتخب الكاميرون اكيد عنده طموح كبيرة جدا ويمكن منتخب مصر عنده الافضلية عنده الاريحية كسبان مطشين عنده 6 نقاط متصدر عنده كل حاجة عنده كل العوامل الاجابية اللي تخلي ان شاء الله يكسب المباراة مرتاح